بعض من ينتحلون صفة مفسر الأحلام يعتمدون على زكائهم في إيجاد نوع من المنطق في تفسير الحلم حتى اقتنع السائل بإجابتهم ولكن في الحقيقة أن تفسير الأحلام علم لا يمكن تحصيله إلا بطلبه كما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم ونحن نعلم أن كلمة إنما تفيض الحصر فليس هناك علم بدون تعلم كما أن تفسير الأحلام يعتبر من مسائل الإفتاء فقد قال الملك في سورة يوسف عليه السلام يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إذن فتفسير الأحلام مسؤولية كبيرة من أقدم على حملها وهو ليس من أهلها فقد أورد نفسه موارد الظالمين عيازا بالله من غضبه وعقابه ومن المواضع التي تزل فيها قدم من يفسر الأحلام بدون علم هي الأحلام التي تفسيرها على خلاف ظاهرها وقد جمعت لحضراتكم منها عشرة أحلام ليس على سبيل الحصر ولكن من باب المثال وها هي أم الفضل تأتي النبي صلى الله عليه وسلم لتقول له يا رسول الله رأيت أمرا فضيعا فقال عليه السلام خيرا رأيت فقالت يا رسول الله رأيت وضعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ستلد فاطمة غلاما وتأخذيه في حجرك فأتت فاطمة رضي الله عنها من ابن عمها أمير المؤمنين كرم الله وجه أتت بالحسن رضي الله عنه لتأخذه أم الفضل في حجرها لتشرف برعايته عليه السلام وإذا رأيت أن منزلك قد تحول إلى الكعبة وأن الناس يطوفون ببيتك فلا تحزن لا تحزن بسبب هذه الرؤية لأن معناها ليس أنك ظهير على ربك حاشا وكلا ولكنها تعني أنك ستكسب المعرفة والحكمة والرأي السديد والسيادة في قومك وأن الناس سيقصدونك ليستشيروك في أمورهم الأم وللفصل في النزاعات بينهم الخوف في النوم يعبر بالأمن لقوله تعالى ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا فإذا استيقظت وأنت خائف فأبشر بأن الله سينجيك مما تخاف المرض في المنام بشرى بالشفاء لأن الله عز وجل جعل حدوث المرض شرطا لحدوث الشفاء كما جاء على لسان خريل الرحمن وإذا مردت فهو يشفين البكاء في الرؤية يفسر بالفرج لأن البكاء يريح النفس بالتنفيس عن غمية ولكن يشترط أن لا يكون هذا البكاء مصحوبا بالنواح أو العويل لأن النواح يفيد تسخط ومعلوم أن من سخط فله السخط وبالضد من ذلك الضحك يؤول في الرؤية بالحزن إلا أن يكون تمسما بلا خاقها والسر في ذلك أن الضحك بصوت عال هو ضحك كثير ومعلوم أن كثرة الضحك تميت القلب لأنها علامة بارزة على الغفلة يعبر العشق في الرؤية بالجنون مع أن العاشق قد يستمتع وتتدزز نفسه بهذا الأمر في حلمه ولكن ليس الأمر على ظاهره والدليل هو أن العشق تأثيره على العقل يشبه الجنون تماما فالعاشق لا يرى عيوب من يعشقه مهما كانت تلك العيوب جسيمة وجلية بحيث لا يقبلها من لديه أدنى حس أو كرامة أو عقل الزواج في البنام ليس في الغالب على ظاهره ولكنه يؤول بالتجارة لأن الزواج ميساق غليظ بين الزوجين نتعاقدان فيه على الإحسان المتبادل بحيث ينتفع كل منهما بالآخر فالرجل يقوم على المرأة والأولاد بالإنفاق والمرأة تقوم على الرجل والأولاد بالرعاية الغل في النوم مكروه إلا في حق الرجل الصالح فمعناه قبض يده عن الشر فهو عصمة من الله له من كل سوء سئل ابن سيرين عن رجل يخطب على المنبر وهو ليس من أهل هذا الشأن فقال ابن سيرين يصلب هذا الرجل فكان كما قال ابن سيرين والسبب هو أن من يصعد المنبر يشتهر بين الناس لكنه لما لم يكن من أهل هذا الأمر حملت شغرته على محمل غير محمود ترجمة نانسي قنقر